اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة نورة بتقول هي عندها بطن بس يعني مش بس دي المشكلة المشكلة ان البطن كمان بالجناب يعني يظهر بالعرض فدي بتسبب لها مشكلة في لبسها فممكن تعالج البطن والاجناب مع بعض ازاي وده بيحصل بعد قد ايه وممكن تمارس حياتها طبيعي ولا لا اي حد في الدنيا لو قوامه متناسق بيبقى عنده كيرف كيرف ده اللي هو بين الدلوع والعظمة الهبن الحوض الكيرف ده بيبطل يتملي 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 حد ما يبقى ايه ما بقىش كيرف يبقى خط بلوك وبعد ما يبقى خط يبقى 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 ايه مسلس مسلس اه يبقى تدي الدهون تطلع على برا فيبقى في جناب وفي بطن حلهم ايه حلهم اللي هو برضو دين هو من انواع السنة الموضعية حلهم الشفط والنتيجة بتظهر في وقتها ساعتها على طول بعد العملية وطبقى الحظة بتلبس كرسيل بتلبس كويس برضو تلبس كرسيل منذ تقديه بقى ايه دكتور والله الكرسيل احنا بنلبسه من 4 اسابيع ل 6 اسابيع وبطريقة لها تكنيج كده يعني في الاول 10 ايام او 15 يوم متواصل يدوب بس بتقلعه عشان تاخد شاور وحاجات كده بعد كده بتلبسه بانتظام تقريبا نص اليوم اه نص اليوم اه انما بتقدر تنزل شغلها من تاني يوم بالزبط يه اه وعلى حسب الاريا برضو يعني هي اريا صغيرة خالص يعني مثلا حد جاي يعمل لغط او رقبة اه ما فيش داون تايم تقريبا يعني اه ممكن تنزل نهاية اليوم تنزل شغل الله طب هيل طيب اه في نادية عندها 30 سنة وزنها 100 كيلو و اه طب احنا معنا فيديو اه اه حدك شرح لنا الفيديو دا عيان اه كان من ضمن الناس اللي عندنا اسمه احمد احمد دا عملنا له كان وزنه 151 كيلو وعملنا له عملية تكميم معدة اللي هي قص المعدة يعني هو دلوقتي هتشوف وزنه بشكل وي مشاهزين هو كان في البداية 151 كيلو هو دلوقتي في التسعينات واللي بيعمل تكميم ما بيرجعش هي تخانتين لا اه كده بعد ما خاص اه دا لسه كمان فيه صورة لسه كمان فيه صورة اه طيب بمناسبة بقى احمد احنا عندنا نادية 30 سنة وزنها 100 كيلو وهي عايزة طريقة لانقاص الوزن وتنسيق القوام وهل عمليات تنسيق القوام دي ممكن تأثر عليها لو حبت تحمل او كده ولا ولا لا طيب برضو احنا بنقول للاستاذة المشاهدين اللي بيسألوا يريد يبعثوا الطول مع الوزن اه لانه دا المفتاح بتاع القص يعني هي ممكن يبقى طولها 160 سنتي اه ممكن يبقى طولها 165 ممكن يبقى طولها 145 اه هتفرق يعني هي لو طولها 155 ووزنها 100 لا يبقى هي هتعمل لها حاجة كبيرة حاجة تكميم اوكي انما لو طولها 60 لو هي طولها معقول 160 160 طويلة 170 أيوة فيه 170 وليلين بس مش كتير يا دكتور رندا اكيد مع الديارة دكتور رندا 190 حضر اه 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 اخدبال حضر المعدل القتل اللي بيحكمنا اه يعني لو معدل القتل اقل من 30 اه انا مفكرش نعمل عملية العيان اه عملية سنة كلية او عملية سنة مفرطة اه لو اقل من 30 لو اكتر من 30 لا يبقى فيه كلام بقى اه 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 منا عندها 20 سنة وعندها مشكلة ان هي كل ما بتخص هي بتعمل رجيم وبتخص بس مهما خصت برضو عندها مشكلة الدرعات في من فوق كده عارف حاك البي باي دي يعني فهي بتقول هل اه دي ممكن تتعالج ولا يعني هتفضل كده في اه مجموعة من الناس بتبقى عبارة عن عائلات كاملة العائلات دي بيبقى عندهم مشكلة في الدرعين او مشكلة في الرجلين بجد المشكلة الدرع مشكلة الدرعين دول اه اه بتتم ان احنا نشفط الدرعين بطريقة معينة تكنيك معين وطبع لحضراتك ونستخدم الليزر عشان نشد الجلد عشان بقاش فيه تراخل طيب احنا جالنا سؤالك من بنات عندهم مناطق نحيفة جدا فالمناط النحيفة دي بتتعالج زي هل ان احنا ممكن نحقنها بقى المنطقة النحيفة النحافة برضو زي السنة نحافة فيها سنة فيه نحافة موضعية فيه نحافة كلية واحنا قلنا قبل كده لازم نبعد الاول عن اي سبب للنحافة لسبب طبي خلاص اكتفينا ان ما فيش حاجة سبب طبي يبقى احنا بنتكلم على النحافة موضعية حاجة في الجسم نفسها النحافة الموضعية حاجة من اثنين يعمى بنحطلها اه 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 امبالنت او بروسيسز والبروسيسز دي اما في بالنسبة للبلاد في السدر او اه او في الالغاقف اه اه غير كده ما بحتاجش ان احنا نحط حاجة تانية ممم باضي بل حضيتك بس يعني طب لو حد ما هل نحافة دي برضو بتظهر في الرجلين بنيعمل ايه بقى؟ في حاجة اسمها بادي فيلر ده ممكن برضه يتحين بعدها بلحظة إيكا احنا بدي حينه كميات قليلة جدا هو بي زي الفلر بتاع الوش بياخد حجمه بيمتص المياه بيزود حجم الرجل أو حجم الدلال اللي هم فيهم مشكلة كبيرة طيب في جانا عندها 25 سنة وهي بتقول إن عندها الثادي صغير شوية لكن هي مش عايزة تكبره قوي لأن هي فيه يظهر في حد شافته الكبر قوي هي بس عايزة يكون شكله متناسق مع جسمها فهل لازم عملية تكبير ولا ممكن حقنا بأي مادة تزوده شوية طيب هو مادئيا كده العيان بيجي غالبا معظم العيان بيجي يطلب إن السدر يبقى متناسب مع الجسم لأنه غير كده بيبقى شكله فج شوية أو يعني شكله مش لطيف بيتخن حتى الشكل كله بيتخن شكل كله وبعدين هي أصطحنا خضعين كلنا خضعين المقاسات مقاس السدر ليه مقاس معين ما احنا قولنا تسعين ستين تسعين ده المتوسط فاكرة أيوه فاكرة وغضبالك أو يعني واحد وتلت من الواسطة المهم يعني وغضبالها ديك إحنا بنقيس ونشوف الفرقات دي ومنعوضه يعني لو هو صغير أو بنحط سيليكون لو هو معقول ممكن بنشوف أي مكان فيه دهون ونحقنها وغضبالها أو بادي فلر وبرضو ده مش مفضل أو في السدر طيب وهو الدهون دي مش بتأبزوربي يعني يا دكتور أبزوربي بنسبة عشيف في الماء عشان كنا احنا بنعمل حاجة اسمها أوبركوريشن آه يعني بنعمل أكتر عشان حينطس أكتر بزبط أوكي بزبط طيب ريهام بتقول هي شكل جسمها متناصق من الخارج وما عندهاش أي مشكلة وهي خارجة أو هي بتلبس لكن التراهل في البطن والثدي بسبب الولادة والحمل والرضاعة آه هي دي المشكلة فهي يعني نفسيا هي مش راضي عن نفسها هو فيه طلع موضة دلوقتي في أوروبا اسمها مامي ميك أوبر مامي ميك أوبر ده اللي هو بيعمل بيزبط السدر بيزبط بطن ما بعد عمليات الولادة مامي ميك أوبر آه وده بيبقى دي عملية عملية دي عبارة عن نحن السدر بنرفعه والبطن بتشد في نفس العملية هي طبعا السدر بتشد يأما بتشد جراحة يأما بتشد بالخيوط يعني ليها قصة كده على حسب نوع التراهل اللي موجود لو تراهل كبير بيتشد بالجراحة لو تراهل بسيط ممكن بتشد بالخيوط يبقى شكل لطيف من غير الجروح البطن نفس الكلام البطن فيها برضو ليها خيوط وليها خيوط سميكة ما بتبانش طبعا هي بتبقى تحت الجلد وبتشد البطن الطريقة معينة لو البطن متراهلة تراهل بسيط لكن لو متراهلة تراهل كبير لا يبقى محتاجة طامي تاك آه طامي تاك طب عايزة اسأل فيه طامي تاك نوعين فيه ميني ميني طامي تاك وفيه اللي هي كلاسيك طامي تاك الميني اللي احنا بنشيل الجلد بس غالبا الست او الراجب بتبقى عضلاته كويسة فبنعملش ريبير للعضلات آه احنا بنفتح كله ونفتح ونقفل العضلات وكده آه طب سين سؤال يا دكري يعني حد ممكن يخسس بطنه وحاس ان فيه شوية تراهلات شو عامل الميني دي او يعمل الخيوط بالضبط طب امتى بنقول نعمل الخيوط لما بتبقى التراهل ده اقل شوية لو التراهل اقل اقل وانا اقدر بالنظر او بالكلينيكل او بالكشف آه اعمله زي تست كده بشده بسبوع كده نشوف الخيوط هتجيب المساحة دي كلها ولا لا آه تمامي انا هسأل سؤال اكيد كل سنتات اعايزة تسأله دلوقتي هي لطومي تاك دي لما تيجي تتعامل يبقى بعد اخر خلفة آه يستحسن آه لكن لو هي عملتها لانها مش مبسوطة ينفع تبقى حامل تاني بس العملية هتبوز فترجع تعملها هتبقى مثلا هتفقدت خمسين في المية من قيمتها آه يعني نسترنى خلص لما هي تخلص بس اعتقد ان الجسم هيعمل ستراتش تاني وهو مجدود اكيد هتعمل ستراتش مارس بزبط يعني ستراتش مارس اما تجيب كل البيئات اللي هي عايزاهم وخلص وبعدين بقى نزبط بقى كله تيب طيب سلاح سلاح عنده لغض مليان جدا ومترهل يعني مليان وفي نفس الوقت مترهل وراح لدكتور جلدية قال له ان ده محتاج جراحة تنصيق قوام فبيسأل ممكن يعمل ايه في اللغض المترهل جدا ده مع عمليته اللغض المترهل ده زي اي حاجة مترهل في الجسم اه اطبرا حضرت اولا بده ما هو فيه لغض يبقى فيه دهون الدهون دي بتشفت عادي خالص بس كان اللي هو مخصوصة او بقى لها مخصوصة للرعب بس وغدا بالحق دي حاجة طيب اللي باقي 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 جلد الجلد ده مترهل ترهل ونوعه ايه كتير قوي اه وغدا بالك ولا بسيط بسيط برضو بالخيوط بتجيب نتيجة كويسة وبتشد بطريقة معينة اما بنعمل شبكة ايه اما بنعمل لقطين اصاب بعض فيه كزا تكنيك يعني او متوسط ممكن ندخل شعاع ليزر تحت الجلد بيشد الجلد بطريقة معينة لو هو مش نفع فيه كده ولا كده يبقى لا لازم يتشد جراحة اه اللي هو بقى زي زي من عمليات التجميل اه اللي هو جرح وراء الويد يتشده بيتقص الزيادة معدش زي 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 زمان جرح طويل لا هو ليه تكنيك برضو معين بس جراحة جراحة يعني جراحة جراحة طيب امير عنده 35 سنة ووزنه 145 كيلو وعنده سكر وضغط فهو بيسأل ايه انسب وسيلة يقدر يعني يخس بيها وتساعده طبعا من غير ما يعني يتفادى الاعراض السيد امير لو هو عنده سكر وضغط طبعا احنا بنتعرف على السكر بتاعه شكله ايه هل هو او يعني نوع اول ولا نوع تاني وده بالحق والضغط ده نوع ايه عالي جدا ولا كنترول دي اول حاجة تاني حاجة وازده 145 يبقى احنا بنفكر في اتجاه واحد بس اللي هو اتجاه عمليات السمنة المفتر انهي عملية فيهم على حسب الكشف يعني ممكن من اتنين ينفعون ممكن من يعمل تكمين او ممكن من يعمل تحويل مصارف مش هعمل حاجة اقل من كده لو عمل حاجة اقل من كده مش هتنفع مش هتنفع لا يعني ولا حتى ولا بلون ولا احزام ولا تدبيس احنا بنفكر في العملية الكبارة تكمين او تحويل مصارف اش معنا دول عشان هو ده اللي هينزل وزنه وهيعمل كنترول على السكر والضغط اه يعني الناس بعد ما بتخص اي عمليات تانية غير التكمين وتحويل المصارف ليس لها تأثير على السكر والضغط لعمليتين الوحيدين وفي عمليات تانية بس اكبر شوية هم دول الوحيدين اللي هم بيقدروا يزبط السكر ويزبط الضغط في ناس السكر والضغط بيختفي من عندهم خالص وفي ناس بتبقى نوع اول بتتحول لنوع تاني وفي ناس بتبقى نوع تاني بتقلل عدد الحبوب لان هو مش تأثيره تأثير غذائي فقط او تأثير ميكانيكي فقط عشان حجم المعدة لأ ده تأثيره ميكانيكي وتأثيره ليه تأثير هرموني الهرموني ده تأثيره بيجي على البنكرياس وبيجي على الهرمون الجوع وبعد العملية بتاعت التكميم او تغيير المصار امتى بيقدر هو يحس ان هو عايش حياته طبيعي يعني بيقعد قد ايه ياكل اكيد طبعا المفاجأة بقى ان هو انا بتكلم على عيان التكميم عيان تحويل المصار ليه قصة طويلة شوية عيان التكميم بعد تالت يوم بيبقى ويف على رجليه وبيروح شغله وممكن بيعمل اي حاجة تحويل المصار بيقعد شوية يعني اكتر شوية ممكن بعد عشرة يام بيبتدي يتحسن طب احنا معنا فاطمة من القاهرة قالو يا فاطمة سلام عليكم عليكم السلام يا حبابتي فضل يا فاطمة سلام عليكم عليكم السلام انا عندي سم جسم وزني تقيل 107 وطولك قد ايه 65 كم 65 65 65 65 65 65 65 65 اه انتي عندك كم سنة 49 سنة 49 سنة اه اوكي ووزن ومعليش تاني والوزن قد ايه 107 اه 107 107 65 اه 65 سنة هل هي سوري انا دكتور اسألها حضرتك استاذة فاطمة ازاي حضرتك عامل ايه اللي اخلوك دكتور اه اه حضرتك طولك 65 سنة اه ولا 165 اه مش هو اسأكده لا لا اه يبقى غالبا 165 اه 100 اه لان 65 يبقى كده فده طوله مش ممكن بتاري حضرتك بتعاني من القزامة ولا حاجة دكتور قلت انا عنده قال لي تقولي بداية مفروض يبقى ينزلي 50 كيلو من جلس يبقى هي يبقى هي 165 يبقى 165 اه ماشي حاضر ايه طبعا على التركيبة بتاعتها كده يبقى هي تقريبا المعدل الكتلة بتاعها اكتر من 30 ام في الاوه لو هي تقدر تقدر تعمل رجيم تعمل رجيم ام مش هتقدر تعمل رجيم وعندها مشكلة في العيلة في سكر او ضغط الى حاجة انا رأي اندي هكذا تبتج ان هي تعمل حاجة القوة من كده يعني زي التكمين مثلا تمام طيب دكتور فيه سؤالين كانوا قلنا مرة قبل كده وإحنا ما كناش لحقنا سألنا عليهم كان فيه ناس بتسأل عن منطقة الدراعات من هنا مش التراهل اللي بيبقى من هنا ده لا اللي هي البروز اللي هنا في الجزء ده هل ده لو عملوا فيه ليزر وتشال ما بيعملش تراهل في الدراع كله؟ لا بيعمل فيه شفط برضه بكانيلات صغيرة رفاية عقدا زي بتاعة الرقبة بتشيل الدهون بقدر إمكان لأن احنا بنقيس المحيط ونشوف المحيط المناسب للشخص ده ونشيل الدهون الزيادة وبعد كده بندخل شعال إذا بضع رفع القلم يعني أرفع من القلم كمان تحت الجلد بيشد الجلد مفيش مشكلة خلص بيشد الجلد؟ آه بيشد الجلد طب ودي برضه بيلبس أكمام أو حاجة زي كرسي؟ بص حضرت كل حتة في الجسم اللي هي زي كرسي بتاعها الدراعات اللي هي كرسي الرقبة اللي هي كرسي الوش يعني كل حاجة أي حاجة حيتشفت منها لازم نحط الكرسي ده جزء من العلاج يعني ليه جزء من العلاج؟ لأنه هو بيمنع ارتشاح السوائل في المنطقة دي ارتشاح السوائل بيخلي الورم يفضل فترة أطول فاحنا عشان الورم ما يبقاش فترة طويلة احنا بيلبس الكرسي طيب تمام حد تاني حد تاني كان بيسأل على منطقة الأقدام فيه واحدة كان رجليها من تحت مليانة شوية وهي عايزة تخسسها فعادة بيبقى فيه رجلين رفيعة المعرقبة زي ما بنقول وعايزين انها يملوها شوية دهوم من جسمهم لا وانا عندي ثلاث أنواع من الستة ستة بتقولي انا عايزة عمل عرقوب أيوة وستة بتقولي انا عايزة قام للرجل وستة بتقولي انا خسس الرجل أيوة ما تقولك طبعا عايزين يعملوا عرقوب دي بقولهم مع السلام مش هعمل لكم حاجة ما بترضاش تعملوه لا طبعا بدي من الرجل شكلها كويس ومتناسب مع الجسم طبعا ما بترضاش طيب ولو فيه حد عايز يخسس شوية طبعا دي على حسب برضو حجم الرجل يعني مثلا الفغد تلت الطول الفغد تلت الطول دوان الفغد تلت الطول تحت بيبقى صوتس تقريبا الطول لو هي اكتر من كده يبقى فيه دون زيان طب افرد هي مش مريحة يا دكتور يعني بالمقاسات مظبوطة بس هي مش مرتاحة هي عايزة تخسس الجزء التحتين ما هو أنا بديها النصيحة بقول لها ما سمعتش النصيحة تعمل ايها اتعملها لها لا انا شخصيش اه طبعا لاني ليه بقى اهلك ليه لانها كده الحمد لله بقى لها كويسة ومظبوطة والدينية كويسة لما أنا عمل لها كده يبقى أنا بشوه الجمال الرباني حضرتك جراح التجميل مش جراحة إيه للتجميل مش كده مش كده اه طيب أنا كنت عايزة اسأل المنطقة بتاعت اليدين اللي هي كانت هي بتسأل عليها برضو هسأل ينفع يستعمل خيوط للمنطقة ينفع ينفع اه طبعا وبتخرج على طول على طول ميزة الخيوط سواء على الروش او الدراعين او السدر او البطن او الفاخد كمان بالوقت فيه طلع الكلام ده والأرداف برضو نفس الكلام ان ما فيش داون تايم يعني ما فيش داون تايم يعني العيام بيخرج في ساعتها وبيمارس حياة الطبيعية خلص اوكي دكتور عمر بنشكرك جدا وفي انتظارك الاسبوع الجاي ان شاء الله ونصايح مهمة عشان ازاي ننصق القوامل اللي احنا كلنا محتاجينه احنا عروح نشوف تقرير من جرين لا من بيوتي سنتر جرين مع اميرة مصطفى وخلص احنا بعد كده احنا مش راجعين بقى لا خلص نلتقي بيكو بكرا ان شاء الله يوم جديد واي وصفات اكل عايزين تعرفوها يا ريكة اهم حاجة الماضح احنا تخليم بعد كده على الفيسبوك يروح يشوفنا لايف اللي بيجيب لنا العيان يا دكتور بيجيب لنا العيان